الخير آت مهما تقلبت الأموك وتزلزلت عادة ثبات مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات الخير آت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله نحن في مخيم حران في أورفا في المنطقة التي ضررت بالزلزال وقيم هذا المخيم ولله الحمد بجهود الأخوة وأعظي البيضاء من دولة قطر الله إزاهم خير ويكتب أجرهم عيالنا الأيتام اللي كانوا على الأرصفة في الحدائق لا يجدون ملجأ البيت تهدم أو تشقق غير صالح للسكن ولله الحمد يعني أنشأنا هذا المخيم ليكون لهم حاضرة ويشعروا بالأمن والأمان في هذه المنطقة اللي خلنا نقول أكثر أمانا من المناطق الثانية رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الجانب الإيماني الجانب الروحي ولله الحمد يعني نحن صراحة يعني انصدمنا وتفاجأنا بتمسك هؤلاء الأطفال بكتاب الله سبحانه وتعالى للأمانة يعني لدينا بعض الأسر أطفال كلهم حافظون لكتاب الله سبحانه وتعالى من إيجابيات هذه الكارثة أن تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وهذا ظهر جليا يعني تمر على خيمة خيمتين ثلاثة القرآن يتلى يعني أغلب اليوم وها السماوات والأرض وعدة في المتقين نون فتحة نون فتحة نون فتحة نون فتحة عندنا إن شاء الله حلقات تحفيظ القرآن عندنا بعض الطلاب طلابنا وعيالنا من يبدأ الآن يأخذ سند في رواية حفص ومتقن للقرآن يعني تسأله من أي مكان يجيبك فسنخصص له إن شاء الله يعني حلقة لتعليم الأطفال إن من شرف هذا القرآن أنه يشرف به أصحابه وإن لم يكونوا رؤوثاً في النسب والحسب اسمي أم حيدر حالي كحال أي أخت سوريا خرجت من ديارها خرجت من سوريا كان ابني يحفظ 11 الجزء ثم يعني تهجرنا إلى تركيا والحمد لله يعني تيسر لنا الأمر في الالتزام في حلقات القرآن حيدر يعني حسب العطل الصيفية يعني حالياً أيام الدراسة شوي طويلة خصوصاً لأنه هاي السنة عنده شهادة على الفجر يقرأ الورد ثم يذهب إلى المدرسة للساعة أربعة بعد الساعة أربعة دورات وبعد ما يرجع يقرأ وتدبروا قول ربكم وتأملوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والولاد ظلوا أربعة خمسة يام نامين والله بالشوارع وما أحسنا نقرأ ولا جزء لأني نحن شردين شادتنا وأرقد فيه من مكان لما كان من جيت له أنا حسيت بأمان بأمان والله وبشرنا نقرأ من دخلنا على الخيمة الله يشهد يا أحمد يلا باش أنت هي خليك نفسيتنا ترتاح الحمد لله الحمد لله شكرا من أهل سوريا إلى كل من ساهم وساعد في تلك المحنة وأخص بالذكر قطر الخيرية ما قصرتم والله فكنتم من بعد الله خير العون والسند وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس سلمكم الله من كل سوء والحمد لله رب العالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ أسمة ولا نوم لهما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده ولا بإنه يعلم ما بين أديهم وما خلفهم ولا يحبون بشيء من المه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض والأرض السريع الله هو العظيم كل ما نقدمه لنا والله لا يسوى شيء لا يسوى شيء أمام يعني صبر وعزيمة هذه الأسر وهؤلاء الأيتام يعني هذه الأسرة كل ما يتلى بها من القرآن وكل ما يتلى بها من ذكر وصلاة وقيام تحسب في أجر كافل هؤلاء الأيتام الله أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر الحب يصنع معجزات الخير آم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر